جدل كبير حصل في اليومين اللي فياتوا على السوشيال ميديا بعد إقامة موسم الرياض السنة دي رغم الأحداث اللي بتحصل في غزة والقصف اللي بتتعرض لي والأطفال اللي بتموت ومع انتشار فيديوهات الرأس والغنى في موسم الرياض 2023 على مواقع التواصل الاجتماعي كل ده سبب حالة كبيرة من الغضب للعرب وهجوم كبيرة اتعرضت لي السعودية بسبب إقامة موسم الرياض السنة دي وعلشان كده خرج المواطن السعودي ده في فيديو علشان يرد على العرب وعلى الهجوم اللي بتتعرض لي السعودية وقال أنا مواطن السعودي وأقول لكم ترى أنا بخير لا تشغل بالكم فينا نحن مظاهرات ما نطلع من الآن لا تعبوا نفسكم والله العظيم نحن شعب نحب وطننا والحب قادتنا والله العظيم أتكلمكم من قلبي نحن شعب متعلم فينا الطيارين وفينا الدكاترة وفينا المهندسين وفينا الأخصائيين لا تعبوا نفسكم معنا والله العظيم والله قاعدين تنفخوا كذا في قرمة مخرومة على ما يقول قادتي تمثلني ونحن معروفين وقت الجد إذا جاء الجد تلاقينا أول الناس في الصفوف ولكن الخرطي والمظاهرات ومش عارفة لا تعبوا نفسكم والله ما نحن طالعين وإحنا وراء قادتنا وقادتنا والله جاسين يعملوا الصحة شبابنا شباب واعي ما يأخذ بالتغفير أنتو بس أهتموا بنفسكم بس أهب شيء أهتموا بنفسكم أهتموا بدولكم أهتموا بشعوبكم لا تشغلوا بالكم فينا نحن بخير نحن بخير تعب الله يخلينا بلدنا وديننا وقادتنا والله العظيم والله العظيم أو يعني ما تقول لك شيء نحن تخيلوا من دون ما حد يقول لنا نحن في صلاتنا ندعي لقادتنا لا تعبوا لبسكم معنا في حب بيننا وبينه مو حب عشق أعلى من الحب تحياتي للجميع وزي ما علمتكم أنتو يا عرب لا تشغل بالكم فينا نحن بخير السلام عليكم والحد هنا كن الفيديو خلص إلى اللقاء فيديو جديد وخبر جديد